يلا نعمل مادلين كيك بنكهة زبدة اللوتس طعمه والاروح من هيك كتير بشحي بوعاء عندي البيض والفانيلا والسكر رح اخلطهم لحتى ينفش الخليط ويفتح لونه رح احط زبدة اللوتس و رح احط كمان معلقتين من الحليب السائل و رح اخلطهم لحتى يمتزج عندي الخليط هلا رح اضيف المواد الجافة والطحين والبسكوت اللوتس المطحون والبيكينج باودر رح اقلبهم كلهم سوا مع بعض والخطوة الاخيرة هي اضافة الزبدة الدايبة هلا رح اقلب الزبدة لحتى تداخل عندي تماما بالخليط رح اغطي خليط الكيك و رح احطوه في التلاجة على الاقل لمدة ساعة و ممكن تحطوه ليلة كاملة هاي الخليط بعد ما طلعته من التلاجة طبعا قوامه رح يصير سميك لانه الزبدة عندي جمزت حطيته في كيس الكريمة لتسهيل التوزيع ممكن توزعه بمعلقة هدا عندي الآلب الخاص بالمادلين بخيطه بخاخ الخبز و هلا بوزع عليه خليط الكيك طبعا ما تعبوه على الاخر لانه لسا الخليط رح ينفش عندي دخلته الفرن 10 دقايق ل 12 دقيقة انكترت رح يطلع عندي جاهز و رح اكمل الخبز لانه رح يعمل عندي المقدار اكتر من سنية شوفوا شكلهم ما شاء الله بجنن هاي عندنا الهمب او الانتفاخة اللي هي بتكون دليل نجاح المادلين هلا رح اغطس عندي طرفه باللوتس اللي دوبتوا بالزبدة اللوتس دوبتها بالمايكرويف 15 ثانية وبعدين بالبسكويت المطحون و هيك صاروا عندي جاهزين شكلهم بشحي و طعمهم روعة من برم ارمشين و من جوا طريين